ظهرت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كاينسلل في روسيا لعدة أسابيع وحسب تقارير إعلامية تفكر كنايسل في الاستقرار هناك ظهرت الوزيرة في قرية بيتروفوش بمنطقة ريازان التي تبعد 350 كيلو متر عن العاصمة الروسية موسكو حيث ظهرت في فيديو لمهرجان قاروي وتحدثت عن مغادرتها أوروبا وعدم قدرتها على العمل في فرنسا وتخطط الوزيرة لإصدار كتاب حول الوضع الحالي في أوروبا والتدريس في جامعة سانت بوترسبورغ وتأسيس مرصد جيوسياسي وتعمل على تعلم اللغة الروسية ليس فقط في جامعة، لكن في مواما كل يوم